أسعد الله قادكم مشاهدين أهلا وسهلا فيكم دائما عبر شاشة تلفزيون الفجر جديد اليوم مشاهدين مكملين معكم جولاتنا وامسياتنا بصحبة فرسان النجاح وكوكبة النجاح من أبناء محافظة طول كرم احنا اليوم مع كوكبة وفارس جديدة من بلدة بيتليد ميس رزق عثمان تسعة وتسعين واحد الرابع من العشر الأوائل على محافظة طول كرم كل تحييل هذه الفرسان اللي طبعا هي تعطي إشارة مميزة جدا بأنه طول كرم دائما متفوقة وشعارها وعنوانها التميز ودائما شعار الشهيد دياس عرفات دائما محافظة التفوق والنجاح دائما سنكون ومتواصلين معكم من خلال هذه الشاشة من وراء الكاميرا برا عمر ومني أنا منتصل عناني ميس رزق عثمان تسعة وتسعين واحد أول شيء ألف مبروك من شاشة الفجر الله يبارك فيكم تسلامه ميس كيف كان الوضع بشكل عام لو ما استكبلته خبر تسعة وتسعين واحد الحمد لله كانت الخبر حلو كتير وكانت الفرحة فرحتين والإش فرحة التفوق كمان فرحة إنهاء مرحلة دراسية طويلة وصعبة والحمد لله كانت مرحلة دراسية ناجحة وكل الشكر لوالدي الكريمين ولعائلتي الكريمة لجميع المعلمين والمعلمات في أرجاء الوطن اللي فعلا عملوا بإخلاص وساعدونا وكانوا معنا كمان بحب أشكر مدرستي بشكل خاص مدرسة بنات بيت لدي الثانوية زميلاتي وزملائي عائلتي وأقاربي جميعهم كمان بحب أشكر لصراحة الأساتذة اللي كانوا معنا في قاعد بنات بيت لدي الثانوية السيد فريال وأستاذ إبراهيم وجميع الأساتذة اللي فعلا كانوا معنا كل المراحل وأكيد ما بنسمع الماتي وشكرا للجميع ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك طيب يعني كيف كان برنامجك في الحياة في خلال السنة كاملة الثانوية العام؟ كان برنامج عادي يعني بتنظم دراستك ما أقدر أعطي برنامج عام بالعكس كل طالب يعني عنده طريقته بالدراسة وطريقته بالحفظ يعني مواد بيكون بيحبها مواد ما بيحبها مثلا إذا كان مادة ضعيف فيها أو بحاجة لمساندة فيها ممكن يستعين بأستاذ خصوصي أو دورة وكمان طبعا معلماتنا كانوا يساعدونا معلمتنا كانت معنا مربية صفنا ساعدتنا كثير وعملتنا جدول للدراسة كان إحنا برمضان برمضان شوي بتكون الدراسة أسعب فالحمد لله كلهم يساعدونا والحمد لله كانت فترة كثيرة منيحة كيف دور الأب والأم معك في البيت والأجواء الصغارة دول كانوا مشاغبين ولا لا لا الحمد لله كلهم كانوا يساعدونا يعني أكيد الصغار بشاغب شوي بس كانت فترة منيحة وكلهم كانوا معنا يعني حتى الجيران والأقارب كانوا كلهم وحتى زميلاتي والصادقاتي اللي كانوا بالمدرسة ومن بره المدرسة كانوا جميعهم يعني يشجعونا دائما كمان كانت في صفحات كثيرة على الفيسبوك ومجموعات في مجموعة الرياضيات الفلسطينية وملتقى طلاب ومعلمين اللغة الإنجليزية الأساذ فعلا فيها كانوا يعني كل شيء يعطونا أوراق عمل وأفكار وفعلا بوسطات كانت فيها داعم نفسي ففعلا مرحلة كانت حلوة كثير و الحمد لله كانت ناجحة يعني طب كيف كانت الأجواء أنت بشكل عام يعني أنه الواحد مش مضغوط بس في الدراسة كمان مغدة أريحية يعني أنه مش يعتبر السنة يعني مضغوطة أو تأهب في البيت كمان لا هي أكيد يعني الواحد أنا السنة مصرية ممكن أن يكون عنده مخاوف أو متوتر من أشياء معينة ولكن هي كسنة إذا الواحد أخذها إنها أيام من عمره بتنضي ولازم يستغلها ففعلا ممكن أنه يبدع فيها ويستغلها أفضل استغلال يعني تكون سنة حلوة كثير إله معه كمان ما يضغط على حاله كثير لأنه في الآخر سنة وبدها تمر إنما هي تمررها براحة كثير زي ما حكيت الواحد بيشوف وين هو متفوق وين هو متميز شو هو بيحب وين هو ضعيف وبقدر يركز على نقاط الضعف يستعين بأسئلة خارجية أسئلة السنوات السابقة وبيضل براحة نفسية وهدوء وإن شاء الله بيكون كل إش تمام طيب شو ناوي تدرسي؟ إن شاء الله طب في جامعة النجاح الوطنية ما شو بتوجه الرسالي كمان إنه خاصة أنه الأوضاع القتصادية صعبة جدا والتعليم أصبح باهض عندنا في فلسطين بدايةً بوجه الرسالي لمسؤولي التربيه والتعليم في فرطة دولتنا الحبيبة فلسطين بوجههم الرسالي بأنهم يوجهوا العملية التعليمية لأن تكون خطاب للعقول ما بتكون بس مبادرات ممكن تكون هاي المبادرات صادقة والأغلبية بكوننا كاذبة عبارة عن صورة مواقع التواصل الاجتماعي كمان إنها ما تكون عملية اقتصادية بس يعني المطلوب منها هو جمع مال بالعكس تكون خطاب للعقول وتنمية للمبدعين لأن أنا على يقين تام إنه مدارسنا مليئة بالمبدعين والمتميزين في أرجاء الوطن يمكن ما أخذوا فرستهم أو يمكن ما حلفهم الحظ في الثانوي العام أو في المدارس أو في المسابقات ولكن أنا على يقين إنهم مبدعين وإنهم بيوم من الأيام رح يلاقوا فرستهم وان شاء الله تكون الفرصة توجيه لأن التوجيه فعلا فرصة لإبراز المواهب والإبداع في ظل الأوضاع الاقتصادية وفي ظل كمان الظروف ومرات بيكون فيه مسابقات يعني مش عادلة بتقييمها أو ما بتكون وصلت الفكرة منها ففعلا أوجه رسالة لجميع المبدعين في أرجاء الوطن إنه يستغلوا فترة التوجيه لأنها فعلا مرحلة حلوة ممكن تبرز إبداعهم وإن شاء الله بيكون التوفيق لهم ما شاء الله لك لازم تكون باحثي وكاتبي ما شاء الله طيب هادي من قدم لك هادي متواضع من سدين لزي الشرعي بمناسبة طبعا التفوق النجاح من كلك شكرا الله يبارك فيكم وشكرا لسدين لزي الشرعي شكرا إليك يعني بنيجي للأب الأب مصدر ومشعل بالإضافة للوالدة أيضا يعني ميس اليوم بيضت الوجه ومشاء الله أطفت الفرحة على البيت يعني شو بتقولها اليوم يعني العمد لله رب العالمين أولا يعني إحنا يعني بنشكر الهيئة التدريسية والأسرة الطربوية على الجهود اللي بيبذلوها في سبيل إنجاح العملية التعليمية والعملية الطربوية طبعا ولولا جهودهم يعني بالإضافة إلى جهود الأهل والبيت والأسرة يعني مش ممكن الطلاب يصلوا إلى هذا المستوى من التحصيل العلمي وطبعا إحنا داعمين إلى إن شاء الله وربنا بقدرنا على تدريسها ونتمنى لها التوفيق إن شاء الله والإبداع في المرحلة الجامعية إن شاء الله طب إلا أنت أكيد يعني هي أول طالب عندك يعني في التنويل العامي نعم صحيح طيب يعني الأوضاع التي تصديق أيضا صعب كيف توده رسالة كمان خاصة هذون اللي بيجيبوا التسعة وتسعين واحد وتسعة يعني المفروض أنه في حدي تبنأهم كمان صحيح يعني إن شاء الله طبعا إحنا نشكر في خامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء على المناح التي يتم توفيرها سواء للعشر الأوائل أو يعني للطلاب المتميزين ولكن غير كافي لأنه يعني زي ما تفضلت فيه كثير من الطلاب اللي بيجيبوا تسعة وتسعين وهي المناح ما بتغطيهم تكاليف الدراسة باهضة يعني نتمنى إنه يزيدوا عدد المناح الممنوحة للطلب المتفوقين وخصوصا في التخصصات يعني الطبية نعم نحن بقول لك ألف مبروك لكل ميسو للعائلة اللي وسطت هالمرحلة ويعني كانت اليوم زي مقولوا إنه كانت الفرحة فارسة من فارسات النجاح في بيتك الله يبارك فيكم وشكراً لتلفزيون الفجر الجديد وشكراً لجهودكم اشتركوا في القناة